موسيقى اسم ايمان الغريس السنة وعدة ثلاثين سنة من الدراسة ما كملش الدراسة يعني انقطعت بكري من الدراسة يعني خرجت من الاولى اعدادي هو ما كانش لتي حق بالقاعدة انما بافكار القاعدة يعني يعجابه يعني محاولة تشبه ببعض الاعمال اللي كيدرها القاعدة لان القاعدة مشبح الداعش القاعدة كانت يعني اي واحد ممكن يحب الاعمال ديان خصصا الى كان القضية متعلقة بامريكا والناس اغلبها كيقولوا ان الامريكان ظالمين وانهم وانهم ولكن كتتغير الافكار وكتتغير النظرية من بعد من اللي كتعرف الحقائق ديالت الشيء كامل فكرة هيرا اجت يعني بتدريج كان لها ظروفها كانت يعني الظروف الاجتماعية الفاقر الاهمال الاثري في عدم مراقبة و الظلم يعني الظلم كيول الظلم يعني كتبغيت الظلم ولكن بوحد طريقة طريقة يعني تقدير في واحد ايطار يعني في سنة الفين وجوج يعني باش نحنا بدينا في هذا الشيء ما كانش استغلال جنسي ما كانش نهائيين كادروني على هذا الشيء كانوا كادروني على النكاح ومعاشرة الزوجية وانك تقدس الرجول وانك 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 انا ديكساكات عديت 13 عام وربع تاشر عام كتت عامل معي كامرأة مشي كطفلة ولكن احنا كنا مركزين على هذا الشيء اللي بغني نجاهده ما بغني ما كي همنا احنا الزواج ما كانش الواتساب والفيسبوك ما كانش هاتش كانت تواصل بحكم الظروف اللي كانت يعني انا ما كانش اسرة اللي غاعت حتها ضني كانت مشادات كلامية احيانا مع الوالدة كانت تخرج للزنقة ولا كانت تجرع لي او اذا كانت تقول صافر انا امشي عند خالتي استقمام ما غاديش عند خالتي كان امشي مذيع في الزناقي وانا دائرة تقساء حجاب يعني كيشوفني شي واحد من ذوك الناس كيقولي ما تانتي تدري حجاب كيش وما اصبح كله وانتي يا يعني نهار كامل وانتي هنا يا شنو ضروفك وفي ذلك اللحظة اصلا انا كنكون ديجا يعني اي واحد كنت تلقى بك يعني يعني هما اصلا كانوا عندهم افكار جهادية نصفة هم كانوا يمشي الافغانستان وكانوا عندهم علاقات بالنزل الافغانستان وقاعدة يعني انا طفلة تقول لهم ان انا بغان جاهد يعني غادي يوضفوها في هذا الالتيجة هي ما كانت شي حاجة عملية كانت مجرد افكار مجرد نواية وما كانت شي حاجة لي يعني تابتة يعني حاجة لي رسمية كانت مجرد كلام وذلك ولكن الى كانت كانت العدة وكانت تسليح وتنفذ لانه كانت رغبة قوية كانت رغبة قوية لانه كانت عاني من الظلم وباش نخرج راسي من الظلم وذلك المعاناة كنت نفكر انه بشي انتحار ليكون حلال بحل اللي هو هذا يعني انك تفجر نفسك يعني كتكون مبارك الاعتقال كان يعني من بعد المراقبة حنت كنا نصفته اسئلة لواحد الامام وكانت المراقبة يعني شكون هاد البنت اللي كتتصفت وشكون هاد البنت اللي كتصفته حنت كتت انا اخت ديالي من بعد تم الاعتقال اختي كانت في الدار واني كانت عندي صديقة ديالي وجو البوليس اعتقلونا مهم كانت هي مراحل كتير وقصة طويلة وفيها بزاف ديالادة لاننا لجونا نهضر على الاشي كامل مهم الشغر بحل خلاصة تحكرت بخمس سنوات قضيت منها سنتين سنة ونصف سنة وثمان اشهر في سجن سالة واربع شهر في عكاشة من بعد خجنا بعفو مالاكي ما كنش لي استعلمنا كنش العائلة لا تستعلمنا كنا الوالدة ولكن الوالدة مهاش تحمل مسئولية تم اخذنا المؤسسة تحميش الطفولة في الدار البيضاء فقنا فيها سنة ونصف سنة ونصف يعني كان كنا نقرأ فيها نتعلم شي حاجة ما كانت تحجمناتش يعني بحلاء اقول المنظومة كاملة ما عرفتش التعامل مع الطفلتين تشدوا على الارهاب كانت مو حاكمة بعدها ماراطونية فيها شهر ولكن ماراطونية لانا ديمة كنا نمشيوا المحكامة انتقدت تحقيق اضافة قبل منها كانت 14 يوم دي العتيقها في كوميسيرية وتعتقل معنا ناس دوزنا عامين يعني العامونس دي الإصلاحية كانت ما زويناش كنا نفضلعنا نفقا في الحفظ ونمشوش إصلاحية يعني السيجن كتلقى مع ناس كبار كي يعلموك الحياة كي يعلموك شنو يعني كلها يعني كل الساجين عندها قصة وعندها علم سوى خيب سوى زوينتا يعني دماكرة كيف يفرز كيف يصفي بحكم اننا عشرنا ناس كبار وذلك شوخكنا في ذلك السن يعني ما يعني كنا نفهموهم معكس من المشينا للمؤسسات الحماج الطفولة ما فهمناهمش ابنت صغار ابنت صغار كيف كانت تعمل معنا بخير كانت تحترمونا كانت تحترمونا ومعشوش يخافوه كانت تحترمونا وهي فرحة لم تكتمل يعني حانت ماشي جاو قالوا لنا خرجوا عفو ملكي جاو قالوا لنا أجيو الإدارة مشينا الإدارة كانت ماشي أوراق توقع ومعشوه كانت تحترمونا ومعشوه كانت تحترمونا نحن نفهمنا ومعشوه ما فيه كانت تحترمونا ومعشوه كانت تحترمونا ومعشوه كيف حالية ومعشوه شكرا ومعشوه 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 صدق إلى الويدة وقد كانت مستعملت ومعشوه كانت الحياة صعبة كثيراً كانت لأخذ ماء الأول والقايا خرجنا من السجن على 16 سنة وبقينا في مؤسسة حمية الطفولة تدرنا 18 سنة يعني ما استفدنا لا من دراسة لا من دراسة لا من تكوين لا من تحاج يعني كانت الحياة صعبة ولازالت صعبة للدابة لأنها لم يكن شيء مؤهلة عندنا الناس كان عندهم شوية توجه شوية الخوف شوية الرهبة من ذلك الشيء ونحن كنا نتعامل معهم بشي القائية وكانت عندنا قولينا في حالات نفسية يعني ما كش تخرج منها تجربة أهكب عقلك شوية كتئاب إحباط يعني في ذلك ساعة تفكره في راسك لا تتكررش من الناس إحداك وتقول لو أنه كانت العائلة وكانوا بعض الناس اللي شوية عندهم واحد القيمة يعني في جنبك يحفزوك على الحياة ويمدوا لكي تديه وما تكون الحياة أفضل كانت شيء مكانش كتابين لكي تقول ما كانش كتابين لكي تقول ما كانش كتابين لعائلة كانت عندنا تواصل مع خالتي مع أولاد خالتي عندنا كان أخيك مش بدك المتانة مش بدك القوة حتى ديما كنا نتعرف الصحاقة وديما كنا نكررش نفس القصة ديما كنا نقول كان بان أنني كنا نستعطف الناس وأنا أصلا ما كنا نستعطفهم أنا بغاء أحد الحق وأنا ما عاربش كناعي أهلية ما قاري ما مكملش قرايتي وما عندي شيء مؤهلة كانت تكوينية وإذا أريدت تكوينة ما تريدت أن يقوم قاري ما قم القرايتي أخرى كنا نعرف نقرا كنا نعرف كل شيء كنا نكتب مقالات ومعث بالمرة كنا نقرأ كتابين كنا نقرا كتابين يعني فوق مستوي الدراسة ولكن ما يعني أريد شيء يساعدني في الناس أنت شاهد مونا ندخل بلوساطة وما يكون عرفت شيء ربما أكون أنا حسن منه ربما يكون عندي العزيمة والأراضي لأنني نخدم قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو فلاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعية